امتد لعام ويزيد من اعلان اتفاق ستوك هولم وفشل ثلاث لجان مراقبين امميين في تنفيذ البنود عادت الامم المتحدة للتمديد ستة اشهر اضافية تمديد اشعل غضب اليمنيين المكتوين بنار استمرار الانتهاكات الحوثية وتجرع المدنيين اخفاقات الوسطاء الدوليين طوال الفترة الماضية باجبار الميليشيا على وقف اطلاق النار في الحديدة ناهيك عن بنود ثلاث لم يتحقق منها على الارض شيء رضخت الحكومة للضغوط الانسانية التي مارستها الامم المتحدة سابقا للدخول في انفوضات معامل الشي الحوثي الى ان الامم المتحدة استمرت في مماطلتها في تنفيذ كل الاتفاقية السابقة التي عقدت برعايتها وتحت شعاء وتحت مظلتها وكل هذه المماطلات تؤكد بما لا يدع مقالا للشك ان الامم المتحدة لا تسعى الى هدف انسانية في اليمن وانما تسعى الى هدف سياسية من خلال اطالة عمر ميليشيا الحوثي الرئيس اليمني رفض بحث مسألة الذهاب لجولة حوار جديدة في لقائه المبعوث الاممي رابطا ذلك بتنفيذ اتفاق ستوك هولم وهو طريق السلام الضامن الذي يبحث عنه اليمنيون في ظل مؤشرات التمديد لغريفت وإحاطته لمجلس الامن الحقيقة ان اتفاق السك هولم اتفاق مجحب بحق الحكومة اليمنية ومع ذلك طبعا فخامة الرئيس اراد الذهاب الى سلام حقيقي الامم المتحدة تريد ان تذهب الى قولة مشاورات جديدة ومع ذلك الاخر الرئيس يرفض الذهاب الى قولة مشاورات جديدة لانها ايضا مجحفة بحق الحكومة اليمنية نحن نريد الوصول الى سلام جولتان للمشاورات فقط نقح جريفت منذ توليه الملف اليمني في اقناع الاطراف بخوضها تهرب الحوثيون في الاولى ومنذ اكثر من عام يرفضون تنفيذ بنود متلتها التمديد للجنة المراقبين في الحديدة الستة اشهر ورفض الرئيس هادي جولة مفاوضات جديدة وإحاطة جريفت في مجلس الامن اسبوع حافل بالمباحثات السياسية للملف اليمني محمود الحميدي الاخبارية مأرب